لم يعود اسم المهندس كما كان في السابق ولم تعود هذه شهادة مدعاة فخر لمراتب عليا فتحول الإبداع إلى احتجاج في وقت تخزو العمالة الأجنبية المحافظة حيث يعمل الآلاف منهم في مصفى كربلاء النفطي وخرجوا هندسة النفط يؤكدون أن لا مجال أمامهم سوى التعيني ضمن تخصصهم نحن مهندسين نفط أمناك كربلاء البالغ عدد 135 مهندس نفط نحن عملنا في تخصص النفط حصرة في القطاع النفطي بعد سنوات عديدين فتح مصفى كربلاء لكن فاجأنا أننا أهل ذوي الاختصاص اللي نحن مهندسين النفط قالوا أحدهم يستبعدين من مصفى كربلاء بالتالي هو يجيب بدال بديل اللي هم اختصاصات ترمية وغير أخسام وفنون جميلة زي أن أنت أبو الفنون جميلة تخلي مصفى كربلاء وقال مهندس نفط تستبعدني ويرى مراقبون أن مصفى كربلاء النفطي والذي يستوعب أكثر من ثمانية آلاف درجة وظيفية كان بإمكانه أن يحقق نوعا من المعادلة من خلال منح الشباب فراص عمل متكافئة على ضوء المهارة والقدرات المهنية ولكن بتدخل جهات متلفذة في سرقة الدرجات الوظيفية التخصصية حالد لذلك أن يكون الحق والحضوة لأبناء كربلاء على اعتبار أن هذا المصفى ضمن الحدود الإدارية لمحافظة كربلاء وهناك انبعاثات وهناك كثير من التفاصيل في هذا المصفى جزء كبير من أراضي كربلاء من موازنة المحافظة من غيرها تم تخصيصها لهذا المرفق العمل حق لكل العراقيين المشاريع الإنتاجية حق لجميع العراقيين ونطالب دائما بهذا المستوى وبهذا السقف الوطني لكن نقول هناك حقوق إدارية تنظيمية يكفلها القانون لأبناء المدينة لذلك نقول نرفع الأصوات ونتضامن مع أبنائنا الخريجين من مهندسين وغير مهندسين في مصفى كربلاء الذين تم استبعادهم مؤخرا ويجلب عمالة أجنبية أو غيرها من العمالة ويشكو خريجو هندسة النفط من كثرة العمالات الأجنبية في الشركات النفطية التي تزاحمهم وتقلل فرصهم في العمل داخل الحقول والشركات النفطية علي خالد واني نيوز كربلاء